السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحبا بكم في قناة سامية فرحان وأنا أتصفح اليوتيوب وجدت فيديو يظهر التنوع في الإسلام فأحببت أن أشارك من جهة لتزكية ما يقوله الإسلام على التنوع والاختلاف وكذلك لكي أحيي ما أحسسته أنا بنفسي عند رؤية هذا الفيديو عند الآخرين ممكن مسلمين مولدوا في دول المسلمة ويعيشوا في دول المسلمة ولكن لا يعيشون حلاوة الإيمان وتطبيق الدين بهذه الطريقة أولا سأشارك معكم آية من كتاب الله عز وجل وهي في سورة الحجرات سورة 49 الآية 13 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبادنا لتعارفوا إنا كرمكم عند الله يتفاكم إن الله عليم خبير يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل أي قبائل صغارا وكبارا وذلك لأجل أن يتعارفوا فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب ولكن الكرم بالتقوى فأكرمهم عند الله أتقاهم وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا ولكن الله تعالى عليم حبير يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرا وباطنا لمن يقوم بذلك ظاهرا لا باطنا فيجازي كلا بما يستحق وفي هذه الآية الدليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك أخواني أخواتي كما سمعنا معا فالإنساني عندها جذر واحد وهو آدم عليه السلام والإسلام يوحد المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومما نراه اليوم في العالم وهو تواجد الإسلام في جميع بقاع العالم في الغرب والشرق والشمال والجنوب والغرب كما قلنا وماشاء الله يعني نرى عائلات وأسار يتبعون دين الله في جميع أنحاء الأرض وهذا الفيديو يجسد هذه التجربة والتطبيق دين الإسلام في الغرب ولذلك أشارك لعله يحيي ما أحياه في قلبي من شعور بالافتخار بالمسلمين وتوحد كلمة من شاء الله فأرجو أن تتمتعوا بهذا الفيديو وعيد مبارك سعيد للجميع وعيد مبارك سعيد للجميع وعيد مبارك سعيد للجميع وعيد مبارك سعيد للجميع الحمد لله الله يجب أن نترى هذه التجربة وعيد للجميع دروشيبة الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد مبارك سعيد للجميع حقيقة هذا منظر يتلج القلب ويظهر تنوى الإسلام أن الإسلام ليس فقط في الشرق الأوسط وليس في آسيا فقط ولكنه في الغرب كذلك وهذه الأسرات تمثل الإسلام في الغرب فإن الإسلام يعني ما شاء الله وصل لأبعد نقط في العالم ونسأل الله التباتل لجميع جميع المسلمين لبقاء العالم والله يهدي غير المسلمين إلى الإسلام لأن الإسلام في حلاوة لا يعرفها إلا المؤمن لقد أقرى الإسلام التعددية الفكرية والثقافية والمذهبية وفي كنفه انتعشت الفلسفات والأفكار كان ذلك في الزمن الإدراك الفعلي لماهي الإسلام الذي يريد البعض أخراجه من دائرته العالمية إلى الدائرة الطيقة التي حولته إلى دين لحي أو جماعة أو منطقة بعينها أسأل الله أن يتقبل أعمالكم من يوم معرفة وأن يكون عائدكم مباركاً مع أهلكم واللي يبعد عليش واحد اللي يقربوا ليه واللي عندوش مشكلة حلاليه نرجو من الله أن نجيب دعاء السائلين والله إن شاء الله نفوز بالإجابة إن شاء الله دي الله عز وجل دين يوم معرفة وعيد مبارك للجميع وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر